You're breaking my heart, but I know I can't leave I can't leave بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو بتاع النهاردة هنتعرف على مواصفات الموبايل الجميل للعب كاري وبو رينو 2F نعرضه في هذا الفيديو هنتعرف على كل تفصيلات المواصفات الفنية لهذا الموبايل بالتفصيل وكمان سعر الموبايل في مصر في إبريل 2020 ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نشرح النقطة الأولى بالنسبة لمواصفات هذا الموبايل الجميل بالنسبة للسم أو الشريحة هذا الموبايل يعمل بشريحتان نانو والشريحتان معا في وضع الاستعداد ستاند باي دول سم دول ستاند باي طيب بالنسبة للنقطة التانية من مواصفات هذا الموبايل تاريخ الصنع أو launch date تاريخ الأعلان عن هذا الموبايل أو الأننسل time update شهر أغسطس الماضي 2019 أما بالنسبة للتاريخ نزوله في الأسواق available released كان في شهر أكتوبر 2019 ودلوقتي بالنسبة للنقطة التالتة بنكلم برضو عن شكل الموبايل هنبتدي نتكلم عن شكل الموبايل أو البودي بتاع الجهاز بالنسبة للنقطة الأولى الأبعاد والمقاسات زي ما احنا شايفين أو الموبايل ده الناس اللي بتهتم بالمواصفات دي مهمة جدا طوله 162 سنتي عرضه 7.5 سنتي السناكة بتاعته أو السمت بتاعته 8 من 10 سنتي يعني 8 ميلي تقريبا الناس اللي بتحفظ تعرف على الأبعاد البوصة 6 علامة 39 من 100 في 2 علامة 98 من 100 في علامة 34 من 100 بوصة يعني 6 بوصة في 2 بوصة في أقل من نص بوصة السمت تحويل السنتيمتر لبوصة وبالنسبة للنقطة الرابعة اللي احنا بنحايم نتكلم فيها بالنسبة لشكل الموبايل أو البودي بتاع الموبايل وزنه وزن الموبايل 195 جران ونقطة الخامسة اللي احنا نتكلم عليها بالنسبة لشكل الموبايل او حماية الجهاز الشاشة الأمامية والشاشة والظهر او الخلفية بتاعت الموبايل والإطار بتاع الموبايل الشاشة الأمامية بتتميز بأنها من النوع قريلا جلاس 5 وبرضو الحماية الخلفية قريلا جلاس 5 يعني الموبايل ده زجاج من الأمام ومن الخلف إزاز مش بلاستيك الإطار الفريم بتاعه او الإطار من الأولومونيوم الأولومونيوم فريم والنقطة الرقم 6 انا هننكلم فيها النهاردة الديسبيلي او الشاشة الشاشة بتاعت الموبايل دوت نوعها او بتاعها او شاشة تدعم اللمس 16 مليون لون حجم الشاشة ستة ومص بوصة ستة ومص بوصة بتاع الشاشة بالنسبة او الكسافة الشاشة نفسها الف وتمانين في الفين تلتمية واربعين بكسل دي دقة الشاشة بالنسبة الشاشة برضو بنسبة تسعة الى تسعة 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 الى تسعة الكسافة بتاعت الشاشة تلتمية واربع وتسعين نقطة في البوصة النقطة الرقم سبعة هنا بيسموها او منصة التشغيل اللي هو نظام التشغيل بتاع الجهاز نظام التشغيل او اندرويو التسعة اا المسمى بباي اا او او اس ستة واحد من عشرة اا نوع البروسيسور او نوع المعانج او سرعة المعالج اوكتاكور اوكتاكور يعني ثماني النواة ثماني النواة اربعة في اتنين من واحد من عشرة جيجاهيرتس كورتكس اي سبنتي سري اا اربعة في اتنين جيجاهيرتس كورتكس اي فيفتي سري يعني هي وفي اتنين نوع المعالج وهو سماني النواة وبكده نكون وصلنا للموقت راقم تمانية والمهمة جدا واللي بيهتم بها الكثير من محب شراء الموبايلات الجديدة الكاميرات الكاميرا الخلفية اللي بيسموها المين كاميرا والكاميرا الاساسية هي ربعية كوان ربعية 8 ميجابيكسل 8 ميجابيكسل 2 ميجابيكسل انما طبعا الموظفات ا Vi nodes HDR الكاميران الامامية 컨سلفي الكاميرا دي ات lambam اه 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 طبعا اه 16 ام بي يعني 16 ميجا بيكسل يعني اللي همانة ان الكاميرا الانومية 16 ميجا بيكسل مع بعض المواصفات الاخرى وهي طبعا ليلد فلاش اتش دي ار النوت رقم 9 والمهمة جدا واللي بعض самый اه اه يعني في ناس كتيرا ما بيخدو جبالهم وما بيجوا يشتري الموبايل ما بيسالوش هو بيدعم ال اوتو جي ولا ما بيدعمش ال اوتو جي يعني اي اوتو جي هنشرح مع بعض الضواتي بالنسبة للموضوع اليو اس بي او اليو سبي اه يا جماعة اي موبايل اه تطور لازم تهتم قوي المترة تشتري ان هو بيدعم ال اوتو جي يعني اي اوتو جي اوتو جي اختصار بكنمة انواعه او تو جي او تو جي يعني ايه برضو يوز بي او تو جي عارفين المخرج اللي في اي الموبايل من تحت لما بتيجي تشحن الموبايل طيب المخرج دوت في اكستنشن صغير كده بيبقى عند الناس بتوع الموبايلات رخيص جدا بعشرة ومية او خمسة جنيه حتى ممكن يكون وصل خمستاشر دلوقتي بالكتير الاكستنشن ده بيبقى من جهة اللي هو اليوز بي الصغير بتاع الشحن ومن جهة تانية بورت كأنو بورت يوز بي بتاع الفلاشة يعني انت لو عندك فيلم على فلاشة عايز تتفرج عليه عندك ملفات وورد ملفات وكسل عايز تنقلها مع فلاشة بدلا ما تحط فلاشة في لابتوب او تحطوا ف الكمبيوترة وبعدين تنقلها على اللابتوب او كموتر وبعدين تحط سلك الداتا للموبايل علشان تاخد الحاجات دي كلها وتاخدوا الفيلم ده او تاخدوا السوري او تاخدوا ملفات او تقب춰 انت عتي تتفرج على ايه او تشوف ايه وتحفظ ايه? تاخدوا من الموبايل على من الكمبيوتر على الموبايل كل الغلبة دي كلها الموبايل لو هو سابورت اوتو جي هيحللك الازمة دي كلها في ثانية واحدة. ازاي? هتجيه ده وتشتريت اقول له انا عايز اعايز اوتو جي. اي حد بتاع بتاع موبايلات عارف الكلام ده كويس. هتعدي على اي محل موبايلات تقول له لو سمحت انا عايز اكسنشن صغير اوتو جي. اللي هو انزغ اوتو جي. ده انت بتحطه من تحت وبتحط في الفلاشة انت كده حولت اللاكتوب كأنه موبايل كأنه كمبيوتر بالزبط. حولت اناسف الموبايل اللي في ايدك كأنه كمبيوتر. حولت الموبايل كأنه كمبيوتر. يعني حولت الموبايل كأنه كمبيوتر لما تحط الاكسنشن فبقى هتسروح جاي فاتح الادادات وتعلم على او تفتح الوتو جي. او ما هو هتشوف الوتو جي هيدي لك على طول رسالة ان هو في وحدة تخزين تالتة ظهرت قدامك للوقتي او تانية وتفتح ظهرت قدامك على الموبايل وتقدر تاخد منها وتحط عليها بيانات كأنها هرد او كانها فلاشة محتوطة على كمبيوتر عادي خالص. فانت بتوصل اي فلاشة عليها بيانات مع ده في الموبايل اصبح كده تقدر تاخد بيانات وتاخد اخلام تاخد صور تاخد اي حاجة من الفلاشة للموبايل والعكس. وتاخد اي حاجة من الفلاشة وبushing Santiago عليها على الكمبيتر زي ما انت عايز وهكذا. بالنسبة النقطة التانية نحن هزين نتتلم فيها في هذا القسم كوة البطارية او البطارية غير قابلة للازالة زي الموبايلات الحديثة كلها غير قابلة للازالة. يعني بالذي. طيب البطارية دي زي ما بنقول اربع تلاف ميلي امبير. اربع تلاف ميلي امبير للساعة. والبطارية بتدعم الشحن السريع والموبايل بيدعم الشحن السريع بقوة اشرين وات. والنقطة الاخيرة اللي حابين نتكلم فيها بالنسبة لهذا الموبايل للناس المهتمة بهذا وهذا النوعية من الموبايلات. سعر الموبايل في مصر في ابريل 2020. اه حافظكم الله وعفاكم من اي امراض واقبيع في هذا الوقت العصير. خمس تلاف وربعمية وتسعين جنيه مصر. اه اعزائي المتابعين قناة نتعلم معا في كل مكان في العالم. اشكركم على حسن استماعكم. وادمان عندكم المعلومات وكل الفيديوهات القناة هتعجبكم. وما تنسوش اللايك والشير والجرس والاشتراك. اه وشيروا الفيديوهات بتاعت قناة نتعلم معا. علشان قناة نتعلم معا بتحبكم. وشكرا لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة